الشباب الساحات هم خارج المعادلات وخارج سقوف المعادلات التي حكمت الوضع السياسي في العراق من بعد 2003 وبالتالي هم غير محكمين وغير مرتهنين للسياقات والصفقات والمعادلات التي تحكم الأحزاب والسياسيين مولفت من هذا كلامك بأن القوى السياسية محكمة لأجندات معينة بعيدا عن الأجندات ونظرية المؤامرة طبعا موجودة هذه وبقوة لكن تحدث عن السقف لا أديش ماكو جراء لتشخيص الوضع لا هو الكتل السياسي عندما تنخرط في عملية سياسية محكومة بقواعد لعبة قواعد اللعبة تحكمها قوانين تم تشريحها الكل تحدث عن ثغراتها عن سلبياتها عن أضرارها الكبيرة على المجتمع العراقي على الاقتصاد على وضع الدولة على بنية الدولة أنا أجعل المفردة تحدثت بها بعد إذنك أستاذ يعني خلنا أجي المفردة تحدثت